البابا تو ادرس راح امريكا لما راح امريكا ما راحش يدي موايزة تعارف الباباوات دي طلع في الكنيسة يقول والرب ويسوع قال وكده الحاجات دي البابا تو ادرس راح بصفتي وزير خارجية النظام وانا قلت الكلمة دي قبل كده قبل ساعتين الثلاثة راح ناك علشان يكلم الباباوات الاخرين في الكنيسة المصرية في امريكا النبي يا شيخ ما يقولوش والنبي طبعا استغفر كل واحد له نبي يعني النبي يا شيخ تحضروا لايه وتكرموا مين السيسي قال لها ايه يا تو ادرس هو بعد خمس سنين وبعد ما انت قلت السيسي وحبيبنا ودنا كناس انت زعلان من السيسي هم زعلان من السيسي يعني بتوقع امريكا البابا واطع امريكا متضايقين السيسي قالك اه قالك متضايقين ولذلك بقى راح لهم البابا عشان يفاهمهم غلطهم ايه بقى غلطهم يا جماعة الخير يا بتوقع امريكا انتو بتاخدوا اخباركم من الفيك نيوز الله بقى يعرف المعلم في الفيك ايه نيوز يعني مش بيتكلم في السياسة والدين بس ده بيتكلم في الاعلام وانتو ما تعرفوش وانتو ما تفهموش وعشان خطر المسيح والانجيل والكلان ده كله والناب يتقابلوه وازبروا عليه عشان الشجرة بتاخد عشرين سنة عشان تطلع ايه بلحة قال لهم كده طب انا اعرف بلحة طلع من غير عشرين سنة ولا حاجة يعني افتاح السيس طلع بقى له خمس سنين من غير الشجرة ولا حاجة وهو بلحة برضا هدي اعمل ايه يعني؟ لكن اولا استدعاء توادرس بالعمة بتاعته وبتاعة دي اللي مختلف عليه توادرس مختلف عليه في الكنيسة المصرية خلاص وهو الان عميل لامن الدولة خلاص فكك من الكلام القديم بقى او وعمة وبتاع زي ما الراجل المفتي عميل لامن الدولة زي ما الراجل الوزير الاواف عميل لامن الدولة زي ما شيخ الاظر لو لقى شوية صراع نفسي يحاول ان يكون مستقل راح هناك قال لهم لازم نغير ولازم نبدل ولازم نقف مع السيسي السؤال فين وزيرة الخارجية؟ طيب رئيس المخابرات مراحش ليه؟ لانه سادة المسيحيين في الخارج بيعتبروا نفسهم تابع لشعب الكنيسة في مصر مش تابع الدولة المصرية كثير من اهل الكنيسة المصرية بيعدوا انفسهم جزء لا يتجزأ من الكنيسة وليس من الشعب المصري طيب التالي وزير الخارجية مش يتكلم معاهم او يبعط لهم البابا بتاعهم يقعد معاهم يلغوه يتكلموا يقول نوكت نضحك لكن اصبروا كمان شوية يعني اصبروا كمان شوية الكلام ده ضعف ولا قوة؟ ضعف ضعف اكيد ضعف اكيد وعلى الجماعة الوطنية المسيحية ان تدرك ان السيسي كما ادرك المسيحيون في امريكا ان السيسي لن يصلح شيئا ولا يصلح لشيء لا يصلح لشيء بعد خمس سنين قاد المشهد قدامها